كل يوم بيعملوا إجراء جديد تكاليف باهظة وكثيرة بتروح هباء منثورة أنا بشوف أنه الإشارات كثير أحسن كثير أفضل من الدواوير يعني بتحل أزمة وأقل تكلفة أعتقد من أنه دواوير كلها مزرعة كل الشوارع مزرعة دواوير يوم بفتحوا دوار يوم بغيروا دوار يوم هذا الشارع ممنوع يوم هذا الشارع مسموح يعني كثير صارت أزمات عندنا بإربد من زي أول كانت إربد بالأول أفضل وأحسن بيطلع رئيس بلدية بيشيل الدوار بروح رئيس بلدية بحط دوار كل رئيس بلدية بحطنا دوار شكل هذه آراء عشوائية من المواطنين هنا في إربد حيث تشكلت قناعة لدى أهلها وزوارها بأنها باتت مدينة الميادين في إشارة ساخرة من واقعها المروري فهل فعلا يتم إنشاء الميادين بشكل عشوائي في المدينة؟ وهل بات عددها صعب حصره؟ بالنسبة للدواوير نحن ما نكون فيها بلدية على رأسنا من نفذها فيه لجنة سير فنية في المحافظة من عدة جهات مشتركة الأشغال العامة قسم السير، هيئة النقل وجمعية الوقائية محوظة الطرق الأردنية يتم إتخاذ القرارات بشكل عام بالأغلبية فيه كثير من الدواوير إن شاء الله الآن قيد الانتظار على التنفيذ متأمل منه لنهاية شهر تسعة نكون أنجزنا البرنامج مطلوب مننا وعودين إن شاء الله من رئيس الوزراء أنه فيه عندنا ثلاث أنفاق وجسر في منطقة دوار الثقافة إن شاء الله تمت الموافق عليهم أخيرا ورح ينباشر فيهن وحلينا مشكلة في منطقة معين باقي المناطق اللي فيهن مشاكل المرورية إحنا قاعدين بنشتهد في دائرة مستقلة في بلدية أربية دائرة المرور ما تسمى بتجتهد ضمن إمكانياتنا المتواضعة أن نحل هذه المشاكل نخفف من هذه المشاكل المرورية إذا فيه أي دوار مشكلة أو فيه نظر أخواننا المواطنين بنحترمها ومنناقشهم لا يقنعونا لا يقنعهم فيما تقول البلدية أنها بصدد إنشاء سبعة ميادين جديدة في الفترة المقبلة تبدو عملية الإقناع التي تنشدها البلدية صعبة حيث تطلب العملية عرض المخطط الشمولي والمروري للمدينة على ساكنيها وإشراكهم بوضع الحلول موسيقى